مشاهدين الكرام أهلا بكم من عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلوها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت إرادة الرئيس تبون قوية لإصلاح الدولة بتعزيز العدلة الجبائية وتثمين أجور الموظفين العرباوي وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول رئيس تبون يجسد الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية وتثمين الرأس مال البشري لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني حيث أكد الوزير الأول نذير العرباوي أمس أن رئيس الجمهورية سيد ابن المجد تبون تحذوه إرادة قوية من أجل التجسيد الكامل للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إحداث إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسساتها من خلال التشديد باستمرار على أهمية التكفل الأمثل بالمورد البشري خاصة الفئة الشبابية بالإضافة إلى ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين العموميين من خلال تعزيز العدالة الجبائية وتثمين الأجور ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمات التعويضية لشرائح واسعة من الموظفين العموميين وقال الوزير أول في كلمة ألقاها بمناسبة شرافه على حفل تخرج الدفعة الثانية والخمسين بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري بالعاصمة والتي حملت يسمى المجاهد الراحل العقيد يوسف الخطيب أن تخرج هذه الدفعة يأتي في الوقت الذي تجسد فيه بلادنا تحت قيادة رئيس الجمهورية خيارها الاستراتيجي في تسريع تحولها الاقتصادي والاجتماعي يقول هذا المقال إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت في مقال آخر يتعلق بالتربية هذا جديد التوظيف في قطاع التربية موصلة عملية الترتيف في الشبكات الاستدلالية للمرتبات يقول هذا المقال وجاء في تفاصيله حيث كشفت وزارة التربية الوطنية عن موصلة توظيف الأساتذة لتدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي باعتماد أنظمة النظام المعلوماتي ضمن التحذيرات للموسم الدراسي المقبل يقول المقال وأكدت الوزارة في المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل على ضرورة الاتصال بالمؤسسات المؤهلة قانونا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراءات جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 عند استلام دونة المناصب المالية يقول هذا المقال إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر 55 ألف صابة جديدة بالسرطان في الجزائر سنويا لجنة الوقاية من المرض تراهن على الكشف المبكر والبروفيسور بونجار هذه هي السرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر يقول المقال تعتزم اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته تحسين الكشف المبكر عن هذا الداء وتتبع مصار المرضى لسيما بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بالتكفل الجيد بمرضى السرطان بما فيهم غير المؤمن عليهم اجتماعيا حسب رئيس هذه اللجنة الذي أكد أنه يتم تسجيل ما لا يقل عن 55 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا بالجزائر وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعيا يقول المقال أبرز البروفيسور بونجار أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع وزارة العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التكفل بهذه الفئة وهو ما تجسد في قرار تسليم هؤلاء المرضى بطاقات الشفاء بداية من الأسبوع المقبل بعد تقديمهم لملف طبي حول إصابتهم بهذا الداء يقول المقال إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت في صدر صفحتها إبادة في رفح الكيان يواصل مجازيره في فلسطين ويدير ظهره للقانون الدولي وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول بدأت عملية محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بالمنابر القضائية الدولية تأخذ مجراها حيث أعلنت محكمة العدلة الدولية الواقع مقرها بلاهاي منذ أيام أنها ستعقد في الفترة ما بين 19 و 26 فبري الحالي جلسات استماع علنية بخصوص طلب إبداء الرأي بشأن الأثار القانونية الناشئة عن ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعدما كانت قد منعت سابقا الكيان من ممارسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة وبضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية يقول المقال لكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي بدليل استمرار الهمجية الصهيونية التي زحفت إلى رفح التي باتت تحت القصف رغم أنها كانت تعتبر ملاذا آمنا إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهر أونلاين الذي عنونا المدير العام للأمن الوطني يشدد على مضاعفة الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة حيث قال المدير العام للأمن الوطني علي بداوي بزيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة أين يلتقى بإطاراتها ورؤساء المصالح وكذا قادت الوحدات العملياتية للشرطة القضائية وحسب بيان المديرية العام للأمن الوطني يضيف هذا المقال فلقد تلقى المدير العام للأمن الوطني خلال هذه الزيارة عرضا وافيا عن الحصيلة العملياتية لمصالح الشرطة القضائية ليسدي بالمناسبة تعليماته لمضاعفة الجهود للتصدي بكل احترافية وحزم لكل أشكال الجريمة ولسيما الجريمة المنظمة بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى مقال آخر على موقع النهر أونلاين نقرأ فيه حداوي يجب أن يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي حيث أكد رئيس المجلس العالي لشباب مصطفى حداوي يقول المقال أن أحسن استثمار تقوم به هيئته يتمثل في العمل على أن يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي ولدى افتتاح الندوة الولائية الخاصة بانتخاب ممثلي شباب ولاية بومرداس في المجلس أوضح حداوي أن هذا الأخير يعمل لكي يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي بممارسات جديدة لتعزيز المفهوم الراقي للديمقراطية التشاركية ولبروز منظومة سياسية قوية ملتفة حول الوطن وأهدافه السامية وأضاف رئيس المجلس العالي لشباب قائلا نشر ثقافة جديدة وسط شباب قوي واعي له قدرة التفكير العقلاني وقوة اقتراح مخطط وبرامج قابلة للتجسيد الميدانية إلى موقع الجزائر الآن الذي عنونا في التعليم العالي بداري يطلق تكوين طلب أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة حيث أشرف أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النشئة والمؤسسات المصغرة يسين المهدي وليد على إطلاق برنامج تكوين الطلبة أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة لتمويلها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وذلك تجسيدا للاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالبحث والابتكار وفي هذا السياق تشير الإحصائيات في إطار تجسيد هذه الرؤية إلى تسجيل 1400 براءة اختراع و405 مشروع حاصل على علامة مشروع مبتكر في انتظار تحويلها إلى مؤسسات ناشئة يقول هذا المقال إلى موقع الخبر أونلاين الذي عنونا هذا موعد ليلة الشك حيث أعلنت وزارة الشؤون الدنيا والأوقاف أمس السبت أن ترقب هلال شهر رمضان الكريم سيكون يوم الأحد العشر من مارس 2024 وجاء في بيان الوزارة تعلن أن غرة شهر الشعبان 1445 هجرية ستكون يوم الأحد 11 فبري 2024 وعليه سيكون موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1445 هجري الموافق لـ 2040 ميلادي يوم الأحد 29 الشعبان 1445 هجري والموافق للعشر من مارس 2024 ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان ويسر لنا فعل الخيرات إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا سواق الرحمة بداية من الأسبوع المقبل حيث أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في إطار التحضيرات الاستباقية التي يقوم بها كل من قطاع التجارة والترقية التصديرات وقطاع الفلاحة والتلمية الريفية الصناعة والإنتاج السيدلاني عن فتح الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان 20 فيبري القادم وهذا حتى يكون الوقت كافيا للتصدي لأي اختلالات تمس الوفرة والأسعار وفي هذا الصدد قال زبدي في تصريح لموقع الشعب أونلاين أن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان بدأت مبكرا وكل المؤشرات مطمئنة بخصوص الوفرة واستقرار الأسعار بهذه الأسواق التي سيرتفع عددها تدريجيا حتى يتمكن المستهلك من اقتناء حاجياته الضرورية بأسعار منخفضة دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة من طرف الصهاينة حيث عنوان الموقع عشرات الشهداء والجرحى في رفح وتحذيرات دولية متصاعدة من اجتياحها في اليوم المئة وثمانية وعشرون من الحرب الصهيونية على قطاع غزة استشهد وجرح العشرات في قصف منزلي يأوي نازحين شرق رفح جنوب قطاع غزة في حين تصعدت التحذيرات الدولية من اجتياح صهيوني محتمل لرفح يقول المقال وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس السبت من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتاح الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح والتي تعتبر آخر ملاذ للنازحين في القطاع في الأثناء أعلنت وزارتها الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى ثمانية وعشرون الفا واربعة وستون شهيدا وسبعة وستون الف وستمائة وحد عشر مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى موقع الميدين الذي عنونا الاحتلال يسحب دباباته غرب مدينة غزة والمقاومة تستهدف جنوده وأليته وسط القطاع حيث أعلنت كتائب عز الدين القسام الجنح العسكري لحركة حماس أن مجاهدها استهدفوا دبابتين صهيونياتين بقضائف اليسين 105 جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة وأعلنت صرايا القدس قصفها عبر قضائف الهون تجمعا لجنود الاحتلال وألياته شرق مخيم المغازي كما أعلنت عن الاشتباك مع جنود وأليات العدو بالأسلحة الرشاشة وقنابل برق المضادة للأفراد وقصف تمركز لجنود العدو بوابل من قضائف الهون النظامي محيط منطقة الحاوز الغرب خان يونس كما استهدفت صرايا القدس قوة صهيونية غرب خان يونس كانت متحصنة بأحد المنازل وتمكنت من إيقاع أفرادها بين قتل وجريح يقول هذا المقال إلى موقع الانديبندنت العربي الذي عنونا في شأن السنغالي مقتل طالب في السنغال خلال احتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية ويقول المقال تلوح بوادر أزمة متزايدة في السنغال بعد قمع تظاهرات قتل فيها شاب وسط اضطرابات مستمرة منذ أيام عدة احتجاجا على إرجاء الانتخابات الرئاسية وأفادت وزارة الداخلية أمس السبت بأن طالبا قتل في مدينة سانت لويس خلال احتجاجات عنيفة اندلعت يوم الجمعة ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية ونشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في دكار عاصمة البلاد ومدن أخرى يقول المقال في أول اضطرابات واسعة النطاق بسبب تأجيل الانتخابات التي يخشى كثر أن تسبب في زعزعات الاستقرار لفترة طويلة يقول كاتب هذا المقال وختاما من موقع روسيا اليوم الذي عنوان بوتين توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب حيث هنأ الرئيس فلاديمير بوتين العاملين الحاليين والقدامة في الخارجية الروسية مشددا على أن هدف الدبلوماسية الروسية توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب وتحتفل روسيا بيومي العاملين في السلك الدبلوماسي في العاشر من فبراير من كل عام وأكد الرئيس بوتين على أنه خلال ظروف المحاولات الغربية لعزل روسيا الاتحادية وتقويض أمنها تتحمل وزارة الخارجية الروسية مسؤوليات مهمة وحيوية ووفقا لرئيس الدولة يقول المقال لا تزال الأولوية تكمن في تطوير التعاون مع بلدان رابطة الدول المستقلة وزيادة التكامل من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتعزيز العلاقات ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي وضمن دولة الاتحاد مع بيلاروسيا يقول هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم